هذا وافتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة بني سويف عبر تقنية الفيديو كونفرنس وذلك على هامش زيارة سيادته لقرية ستس الأمراء بالمحافظة وشملت المشروعات التي افتتحها الرئيس السيسي مجمع مصانع الرواد ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة بني سويف الجديدة وجامعة بني سويف الأهلية ومستشفى إهناسيا المركزي واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل لهذه المشروعات التنموية